جدل محتدم بشأن رفع الحظر المؤقت على الموانئ والمطارات أمام المساعدات الإغاثية إلى اليمن الطرف الأساسي في هذا الجدل هو الأمم المتحدة التي أكدت ومعها وكالات إغاثة كبرى أنه لا يزال يتم منع دخول المساعدات بعد يوم من إعلان التحالف أنه سيسمح بدخولها هذا التأكيد جاء على لسان المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية ينسي لايركا الذي عززه بالقول لم نشهد أي تحرك حتى الآن فيما لم يصدر حتى اللحظة بيان من جانب التحالف ينفي أو يؤكد صحة هذه الأنباء بريطانيا ألقت بثقلها على خط التحرك الدولي من أجل استئناف تقديم المساعدات الإغاثية عبر المنافذ التي يسيطر عليها الانقلابيون فبحسب بيان لوزارة الخارجية البريطانية تحدث الوزير بوريس جونسون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن الوضع الإنساني الملح في اليمن ونقل البيان عن الوزير جونسون تشديده على ضرورة السماح فورا بدخول مساعدات إنسانية لميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء أمام طائرة الأمم المتحدة وتأكيده كذلك على عدم إمكانية منع وقوع مجاعة دون دخول السلع التجاري لكافة أنحاء اليمن 145 طن من المساعدات الإغاثية تنتظر في ميناء بجبوتي و18 طن من معدات الإغاثة جاهزة للشحن وفقا للأمم المتحدة المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لولاندا جاكمي اعتبرت قرار التحالف بفتح الموانئ والمطارات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون خطوة إيجابية لكنها عبرت في الآن نفسه عن قلقها بشأن استئناف دخول المساعدات إلى اليمن التصعيد الأكبر جاء من جانب المجلس النرويجي للاجئين الذي وصف رئيسه يان إيجلند الحضر المؤقت الذي يفرضه التحالف على موانئ يسيطر عليها الانقلابيون بأنه عقاب جماعي غير مشروع بحسب تعبيره يراوح الجدل حول الأزمة والحرب في اليمن عند مظاهرهما فقط فيما تتجاهل الأطراف المعنية حتى اللحظة الخوض في الأسباب التي قادت البلاد إلى الوضع الأسوأ الذي تعيشه في تاريخها ترجمة نانسي قنقر